السلام معكم هيبا ان شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم في الشيانديان هذا اي فانلي دازالي دانجو نوفل فيديو فيديو كما كنت قمت برميت لكم قبل البروديو اللي عاونوني باش نتخلص من الحب في وطي وفي دهري وغانا من السنسيبوليته على البوطاعي يعني هدوك اللي بلاك والحموريه اللي كانت تجيني اشاك فانسي ام بروديو جديد ولا ماكياج لنخلج اللي شمس ولا اي حاجة اخرى وثاني في هذا الفيديو سنهضروا على سيجيئ بزاف 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 لاني عندوه علاقة بالنصائح لاني حان مدهم لكم لابوطاعك باش باش تنحل حب وكامل هو المعايرة التي نتعرضونها يوميا على جل الحب اللي نضينا في ووتنا جل الحب اللي نضينا في ظهرنا على جل البرجيتور وعلى جل البواسمي نرقيقة بزاف 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 حاجة انا نحتاجها جاخل لواه ومعايير ننك حان نهضروا عليهم ونمدلكم نصائح كيفاش تتجالوا هاد العبود وكيفاش تريبوني بالنسبة لما انتوجات لاني حان نهضر عليهم نغمان من تلقوهم عن دقاع الكوسميتيك خاصة للكوسميتيك المعروفين هادوك احان هادو على لسيغم هادا تعدى على لماسك والقوماج اللي نستعملهم على هاد الماسك هذا اللي فغيم ممليح يعني ماشي انا الوحيدة اللي هادرت عليه اللي نحالي الحب في دهري على لوتونيك كرام اكلاحيصان بيو اللي نستعملها كام كرام ادغطان كرام تتمنى وهاده الكرام الصغيرة لهيه يستعمل كرام تعليسان ووطنان حنا هدوها هادو كامل فى الفيدو ونفهمكم بالتفصيل كيما قلنا اول من ادوج هنا نبدأ يحضر عليه هو هادو سيغم هادا يكن شفته عندي يوتوباس هادرت على تجربة تحهى معاه وكيفاش نحال حب حتى صور قبله وباد الاسدعمال محطة جيدة أردت الأفضل طريق أخبر محطة على هذه المدينة لقد نستخدم جيدة أخبرها لعكس لن أحب لن تقرأ في ترجمة أكبر أكبر إذا أفعلت كبيرا أو لفضيلة أمكتوب على العديد منطقة العبادة على التعليف العديد من المترجع يستطيع أن يساعد المغرب يوجد مزيد يوجد هذا جيد إذا أفضلت كبيرا المنطوش الثاني هو المنطوش الثاني هنا نستعمل على مارك ناتورا سيبريكا كاتبين كمخدم بالكافيار دروسي هنا نقرب لكم مباش تقراوه نقرب الابوت هنا نقرب لكم مباشرة هنا نكتب سوغوماج كانت كافيار نوع غيشة بروتيين المهم يستعمل حبيبات الداخل غير يرجعون الابوف غيم ومرتباب لما يبميها كامل هذا المنطوش الثاني هو المنطوش الثاني ونفس المكونات مخدم بهم كافيار نوع كافيار نوع كافيار نوع المنطوش الثاني يستعمل في المنطوش الثاني يستعمل المنطوش الثاني يستعمل المنطوش الثاني يستعمل كافيار نوع المنطوش الثاني يستعمل وح staring المنطوش الثاني يستعمل فهو الأمر المنطوش الثاني يستعمل مزيق تاوليني تاولifiqueиной تاوليني اضعه من 5-10 دقيقة بالنسبة لبولي سنسيبلا بزاف و تخليه من 15-20 دقيقة بالنسبة لبولي عادي لا بوجود في الظهر اضعه من يجب ان يشف مليح و غسله و دوموا عليه احتى يتنحل لكم الاحب هذا فور هذا من يجب ان يجب ان تخفوا و اكنيه هذا طب نجوزه لك حبيبتي لالوسين تونيك هادية اغارني اضعه كثيرا و اضعه لمعامله فهنا أصبح ايضا اضعده كثيرا لأتنام الكلام ساخذ تخليه لارد نخيل الاخير يوجد تقسير حيني اضعه تحتاج السهل اضعه اضعه السرطة على فهي سيدي لاقلق تشتبق هناك فوق تقدراتي رحلة على هذه السرطة المنازل 20000 اسم اذا احبتوا تشيروا حاجة دي ماكيو بيها و تنطويو بيها و تكوميتو انا ندير لي من ذاك نمسح بيها مع الاخر نمسح نزيد نمسح فوقها اه بخيل حقنا تانيك الواحد من المنتوجات اللي شخصيا ما كنت نسينا يمدو هاداك اللي غيزول تحتاني هادا كرام دوكم فهمكم كنت كومانضيت عند لها مخ فلاور بيوتي هاداك اللي طول شفارتين وواحد لها كرام تاع الشعار تاني وواحد الماسك ريدا تاع الشعار زاد بعد تلين معاهم مرة كرام هادية كرام مراكل و مرتبرة كال Fauci تاعى اللي بعيدها فلنشف لنشفة ونحن نشفة ونشفى يرغب مكتب تجميل تبعد تداعطي الناس تفاصيل كوتا الشمس ويضع الكامل التي بتاعت الأن لا يوجد تحب المنزل لا يوجد لديه مواد حافظة كميائيات بيو 100% هذه اللي كفش جاي لداخل قلت لكم تحسوها تشغل جاي مات تحسوها ترطب بطريقة مات و بعدت لكم هذه الكرام انتساغن انتغيد بانت بيان بانت بصحة ومباني ايضا اصلا بزاف لان اعرف كيف كيف ستشون كرام بيوت نحي لساغن وليبوش وكلش انتغيد انتساغن انتغيد تحط لكم الاباشتحال تحت حبوباتي عندها تانيك الاخر تاع شفارتين دو كنوريه لكم تاني هنا هاوليك هادا يا كدرتو شوفو كما قلو بوش نكون صريحة معاكم شغل باش نقول لكم زا ما شفت شفارتية طوال بلا غيان ما بانو ليش باسك انا شفارتية او اغتحوم كلا شغل ما شاف مبانو شغل ما بانو كامل ما اقتشري ماركي تبلي صح زادو كي بولي تندير غيسيل غيسيل كي كوت نديرو افنك شغل بانو مدوك او اغتحوم كلا شفارتين بانو هاوليك 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 اسمو هاوليك وايش هاوليك او اغتحوم كلا هاوليك هذا الطريق لنستعمل الباغ لن انا نرى هذا الطريق لنستعمل الباغ هذا الطريق لنستعمل الباغ و هذه الطريقة سأقوم برمية القرآن ثم أجد كثيرا سوف أعطيكم الغزباك لكي نقوم بليتا فينوس هذه الحبوباتي كانوا يعملوني كثيرا لكي تخلصت من السنسيبوليتي على بوتاعي تخلصت مع هذه الحبوبات التي كانوا يخرجوني كثيرا لكي تخلصت مع هذه الحمارية التي كانت تخلصت من الشمس وعليما ترغلهم كثيرا لكي تخلصت من الشمس وحسب ذلك لكي تخلصت مع جديد الكثيرا لكي نطلق بفردال لكي تخلصت مهم وعليما أنني أحبت أن أتعرض الأمة وأنسانا لكي نسخة كل شخصي والحساسيات والكيف تشريح لكي تشاربها ولكن من مشاهدة الناس لا يتمنون ال بنفس الشخص للحساسية tengokso تعلموا ومليح لتبطيبكم التعھركم لسيطان the videos التعھرания والروتهم كيف كان المقبل كيف اشتركوا في القناة فتما تفهموا في القناة سوف يخرج عليكم هذا البرجي باش تما تشروع ودوك حبيباتين جوزوا ربكة الانتقادات المدمرة الكريتيك ديستركتيف واللي يكونوا على شكل تهجومة مباشرة على الشخص هذا مرايحين بازيوبكو بلوس على الانتقادات الفيزيك واللي واحد فينا واحد فينا مسلك منهم وديرو مليح في باتكم قبل ما بدأوا بلي هاد الانتقادات اللي يجوا بهذا النوع يجوا من عند اشخاص يكون عندهم خل المال لانه شخص واعي حقا ما مايلحقش يستعمل عبارات جاريحة بهدف النقد زعمه ومبعد يقول لك اراني نوريلك صلاحك وش بيك هضرت معاك برك عليش رك تزعف باش نفيقك هذا ما كان عم بلي ما فقت شو فما تاخدوش هاد الانتقادات او سيغير لازم تكون عندكم امتقال كاملة باش تتجهلوهم بلا ما يأثروا عليكم اه لو باش نلحقوا نقدروا نتعاملوا مع المنتقدين هادو بلا ما يأثروا علينا لازم نتعلموا فن التعامل مع الانسان وهذا الفن كبير بزاف وكي ما قولوا شعوب العالم بما فيه شعوب الاسلامية يعني نمو شعوب الاسلامية اكتر يعطلوا اهمية كبيرة وفي الغرب الحق حتى عندهم معاهد خاصة يدرسوا فيها المهارات الاجتماعية كيفاش يهضر الانسان كيفاش يكسب ثيقة في نفسه كيفاش يكون لابق في الحادث مع الناس والاسلام دينا فيه بزاف من كونز الادب فيها اكبر عدد من كونز الادب ومنها ادب تعامل الاسلام دينا عمرو ما شجع انه تبهدل بنادم وتحبط له المورال تاعه على جل عيب لحوله ولا قوة له به عن ابي موسى الاشعاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بن ادم على قدر الارض فجاء منهم الاسمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب ربي سبحانه كل واحد فينا كيفاش خلقه كل واحد بلون كل واحد بشكل كان لي شباب بزاف لهيبار كان لي عادي في جماله كان لي ماشي بزاف شباب كان لي ابيض كان لي اسود كان لي اسمر كان لي اسفر كان ناس عندهم معويب بزاف البشرة تحهم في الجسم ديالهم كان لي سمين كان لي رقيق وهي رايحة وهذا الامور مش احنا اللي نقروهم ولا نتحكمو فيهم فانه يجي شخص يعيرك على خلق ربي سبحانه ولا جل حاجة اكتبها لك ربي وانت ما بيدك حتى حاجة ما تقدش تغيرها يعني انه هات الشخص حقيقة واقح ما احترمش أصلا ربي سبحانه فكيف هي الحقي يحترم العباد اول موضوع حيما نهضروا عليه هو موضوع يعاني منه بزاف بزاف قاع انحاء العالم بزاف يعني بالربي هو اكتر موضوع يعاني منه ناس وانا شخصيا عانيز منه لدرجة ما تتصوروها ما هو البشرة والحبوب على هات اليوم اترك لكم على البخوجي نحو الحب بسكي عانيت عانيت من قبل تكون قاعد في رحمة ربي يجيك واحد يسلم عليك بعد يتلق لك سؤال غبي هذاك وش بيهو تشيك يا خاهمة كنتيش هكذا وش سرالو تشيك جاتك ألغجي جاتك مرض ذوك شغل على اساس انه حنا نخرجو مده ما تش ملايات حنا نشوفو شروحنا نحن نخرجو مديرك نحن نسلنا وفوتخو ماجيستي تقولون بلي عدنا الحب في وجنا وتلقى هالنشغول ينسي ستيو على وش بيهو تشك ذوك أنا وش ندير نسقسي وجي نقول وش بيك وش بيك أعطيني التفسير علمي فهمها فهمها وش بيك باش تسكت بسكي أنا معلبيش وش بيك ذوك أنا لو كان كان على بالي وش بيه بكي تسقسوني وش بيهو تشك لو كان كان على بالي وش بيهو ناني هاكا حبينا بلنا ونحن نداول من ناحية هذا البروبلم أنا كش واحد يفرح بالحب في وجهو حتى الجنتي تقولي لي وش بيهو تشك ففي هذا المواقف بالذات مع العباد الأغبياء هادومة تجاهل هو الحل الواحد لأنه الناس كما هادو لو كان جواعيين يسقسي نفسه أنا علاش راني نكريتيكي في هذه المخلوقة وش رح نستفاد وش رح نفيدو شغل كما قلو كان جاب بنادم عادي يقولي كراني غير نزيد ندمر له معناوياته ما رانيش نقدم له احتم وسعادة فهاد نوع من الأشخاص تفكيرهم محدود لدرجة أنه ما لازمش قاعد دير لهم حسب الأقوالهم فهاد البنادم أهضر ولا قاعد سلام ممشوس لأنه كان البعض منهم حتى ينتقدوا يتلذذوا بالانتقاد ألغلك يحسوك يحسوك باللي خلاصك قاسك هادك الانتقاد تحهم قاسك وزعفت وجعك وغطت كامرك يتلذذ بذلك الانتقاد فما تحلبوهم شغع ما تقيموهم شغع كما قلو كي جيك هاد النوع من الأسئلة الغبية كما قلت لكم وزعما تعطى برأكزم وش سرى لوتشك قلوهم نسقسي ونرجع لكم إن شاء الله ديكو يريبوندي لنرجع لكم خلوه الموقف الثاني هو الوزن ولا لمغفروجيت عن الناس إلى آخره دوكو كامل على بنا بليكي الناس مهما يديرون ديزي فوق باش يسمانوا ولا باش يشيانوا ميقدروش الامر خارج عن سيطرتهم تماما أنا واحدة من الناس ناكل ليل النهار غير لكلية يعني بززاف كنت غير بززاف بش نسمع لذكي نسمع في الميزان شوفوا حين نسمع سحنا نغفروجيت هكذا عظمي رقيق نبن نبن رقيقة وكي الناس مساكن عايشين غير بش لادة وزيتون بس حسنين بعد يجي هذا المعصوم عن الخطاء هذا البرفكت البيوتيفول الذي لاعب فيه الكامل المكمول يقول لك وش بيك شي انت هكذا أحد خلاصي ولا تدفقي وش بيك سمينتي يكون المرال تعيح له من المحاولات الفاشلة انه يلحق الهدف ويجي يكمل عليه هو تلقى هو أصلا شغل هذا البنات تم أصلا فيها ألف و ألف عيب بصح انت لأنك مرض ما تتجرحوش وما تقولوش عليهم بصح يا ديكو كان في بعض الأحيان وأن الأشخاص السلبيين يكونوا أقرب بالناس له صاحبتك ولا بابا ولا أمك ولا أختك فتما تحس بخيبة أمل كبيرة تم ما نقدر نقول لك بالك هذا الكلام سيأطر عليك الدبل أو التريبل من أنه يجي من شخص وحد أخر غريب بصح هذا ما يمنع أنه متين يتحط في حيز التجاهل وأن أنت تخلي نفسك في عالمك الإيجابي وتنظر له بنظرة أمل وهذا النظرة ما لازم تتغير مهما صعبت الظروف ومهما تغير عليك الظروف حتى تلحق وين حبيت أنت لأن كي تبع في راسك طريق السعادة الحقيقية ستؤدي ك إليه فمهما كان هذا الشخص ومعزته عندك لازم كلامه ما يريب معنويتك بل ويشجعك كتر ومن دون لا تبين لو بل انت تقصت من هدرت هو بس كي كي ما قلت لكم كان الناس يعجب هم الحال يتلد بالانتقاط السلبي فكي يجي واحد يعيرك على وزنك وعلى شكل جسمك لامخفول جتاك كفا عامل رجليك وعامل نيد كرشك خارج ولي حاجة قول لولو انا روحيرة هي عجبتني جس بيان ضوما بو ما عانيش حابة تبدل ولا حابة تبدلي قولي العكس وبرهني انك مقتنعة بنفسك وبشكل وبكل وشغل غير متسيييش تحبطلي المورال بسكو سافا بمخشي متسيييش تحبطلي المورال وكان تاني بزاف معاييرات وحد وخلين يتعرض لهم الناس مثلا حتى في لون البشرة بسكو قبل من دلكم هاد الفيديو كنت درت لهم ستوغي في انستغرام حطيت لهم هاد على ستوغي شغل كما قل هاد هاد انتقادات كامل غدوة من ذاك قلت لهم حطولي هاد الانتقادات اللي تتعرضو لهم البلوس في حياتكم ويوجعوكم بزاف يا ربي لاسيس ما قلت الانتقادات تعانى من بعضها تعانى من أخواتها من يماها من رجالهم من صحابتهم من نسم رحموا بعضاكم قلت لكم كاينم قالوا لي يعيرونا في لون البشرة هاد بزاف قالوا لي وشنو هي يقولوا لي انا انتو مك حول قربة انا نشخص مورا شابين ويقولوا حول قربة انا هاد الحاجة هادي اللي حكوها لهم صارت لي مع زود مش صارت لي مازالت صار لي وشفتها بزاف مع شخصين في حياتي قرب لي بزاف بزاف هاد زوج اشخاص في زوج عانى ومن هاد الشي وعشتوا معاهم شغل كما نقول كنت قدامهم في هادك المعاناة تستحهم وغاضوني بزاف بزاف وكنت حبا ندخل في هادك العباد اللي يعايروهم هادك الطريقة وحقيقة كي تكون واقف ويتعرض لهذاك الانتقاد و لهذاك المعايرة تحس بقساوة الموقف هادك في عينيه تحس بماذا الالم لو يحس به في عينيه برك شغل العباد هادو تلموا يلحقوا يعايروهم بطريقة بشعة حتى بنادم هادك مسكين ميلقاش كيفاش يرابوند لهم ميلقاش يرابوند شير بلاس دقيا عجب لا ما حوله ولا قوته إلا بله السمانة نقولوا يضرب على الروح و ينرح ميلقا و يقصحها بميان بيان شئيان السمانة يأكل بزاف بزاف فقدام حسبور مسكويل ل히 يعيجوا حسب التغيير والعيو يبزع وغطي كل حاجة أخرى كان يحرق بكر كان يحرق بك كان يحرق بزاف مهكبر و يستطيع تفريها ي بصحلى ووغج بو لون البشارة هل يتعرضون يكونوا بيوتة لا يعيشوش سمرولا وحلوين عسل لا يعيش لا يتعرضون 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 يقولوا مايكل جاكسون يتعرضون كبيرا تتعرضون يتعرضون يتعرضون يقولوا يهل هل يتعرضون ويأتي بيوتة يتعرضون ويجب أن يتعرضون ويجب أن يتعرضون وكيف يتعرضون بيوتة وشباعة وهي ريحة دائما أخرى سؤال من أغرب الأسئلة ومن أوقح الأسئلة اللي يربي صبح نو خلق الدنيا هادية اللي هو علها مازال ما جبتش دراري دوك دعنا عدين نفهمها معايرة هادية وكالكو سخت دوك يسقسوا بنادم يسقسوا ان كوبل من قولوا عندو كالكو موام لتزوج ولا عام ولا عامين ولا نغمل تقدر تريبوني لهم تقول لهم أنا اللي محبيتش نجيب دراري شغل عني ناخد لبلول ولا ناخدوه تخيب خيكوشون أنا اللي محبيتش نجيب دراري تريبوني لهم عادي بالصح يروحوا يسقسوا ان كوبل على بلهم بلي محروق يجيب دراري على بلهم بلي عندهم خمس سنين لاربع سنين ولا عشر سنين زواج ولا كتر ويروحوا يسقسوهم سؤال تعالى مازال ما جبتش دراري مازال ما رزقك شربي مازال يا حاجة عبد أصلا هاد سؤال هذا مم واحدة عندها عام زواج ماشي من حق الناس يسقسوها ماشي من حق الناس يسقسيها يقول لها أنا مازال ما جبتش دراري مازال شخصية هاد الكوبل هو والي دي سيديها ببرك مكن حتاوها لا عجوزة لا الشيخ لا لوسة لا حتى واحد لا أصدقاء لا الهمات لا البابة حتى واحد عنده الحق يدخل روحوا في حاجة كما هاد حابوا يجيبوا دراري يجيبوا حابوا ما يجيبوش دراري حياتهم قام يجيبوش واحد ما دخلوا يعني على هاد يسقسوهم ويوجعوهم قلبهم كيف حالوا هم مزوجين ويوجعوهم ميسي ويوجعوهم أشاك فاز عم يجيها انغوتا خفيف يجيها ذاك الامل ومبعد يعود يتدمر كامل أشاك فاز عيش ذاك الدمر نفسي كما قولوا غير يغموشاك مو مبعد يعود تسقسيها ما دم ولمسيو على همزا ما جبتوش دراري هي لو كان كانت قادرة تجيب دراري هو على بل و بلي كانت حابة تجيب دراري حتى هو يسقسيها حتى تأخذ لوتوريزازون تاعو تقول لك شيئا يعني على هاد الاسئيلة خلو كل واحد يعيش حياته فبا ندخلو روحنا في امور خاطينا كامل خاصة لي بالفامي شخطو لا ما يسمعوا في ادوك لي بالفامي ولا ما ملي فامي تاحو وتاع المرأة والتاع الرجل اي واحد اي واحد في حيات البنادم فبا ندخلو روحنا في امور خاطينا هذا بعدها هادي تعمل لما زي ما جبتوش دراري كلمو قالو هالي بزف لانستاقرام وحكو لي بزف حكاية عليها وحسيت اكل بوامساكن ندمرين منها من تقدوش تعملوش حالغاضوني والله الله عظيم فكي جيكم هاد سؤال هدايا مالقا غي على بالي بالي شخطو الناس اللي حابين يجيبو دراري وما قدروش مكتبش ربي مازال مكتبش ربي يعني ما تقطعوش رحمة ربي ربي رحمتو واسعة 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 لدرجة ما قدوش نتخيلوها نونك كي جيكم هاد سؤال مالش نقول لكم اتجاهلوها اتجاهلوها صح في الواقع بس حداخلكم على بالي بلي ما تقدوش تتجاهلو على بالي بلي حيوجعكم ماذا قالوه بش يفهم مازال مكتبش ربي والله يهديك انو هاد سؤالي فالي باي يطرح هواله هاد سؤالي فالي باي يطرح كامل بس كان المعلى باليش من قولولو هاكدا الله يهديك يفهم هكي ما حب وكان بزاف بزاف أسئلة وانتقادات وحد أخرين حكوهم للبنات شوكي تاني تاني تا مثلا ما تكون بعض الأمثلات تاع زعمة علاش عينك دايرة علاش عندك الحب في ظهرك علاش تدرك صغير تقلت ع راجل علاش وحدة قاتل زعمة قالوا لها كيفاش ما حبستيش مع الفيونسي تاعك خطش دار أكسيدون وتنحط له عينه علاش مزا ما حبستيش معه علاش مزا ما كملتش قريتك شعرك كامل طاح اللي عندهم أمراض معينة وشعرهم يطيح اللي تلقى عيبة يحسبون لهم شعارات نضلهم شعارات نقصي يحسبون لهم يعرفوا وشبيهم ولادك كامل مشيانين ما كيش توكلي فيهم سنالك معوجين لازع ما تكون تجهز وما تقدش تشري لبساليها تولي تشري غل جهازها باش تروح بخيزنطة بالدراج لها وشبيك السقتي في هاد اللبسة ما عندكش حوايج وشبيك مشي قافزة هكذا وشبيك بهلولة شغال على أساس انه كي تقولي هكذا كتشجعني باش نولي انا قافزة مليح انتقادت على طموحات 16 شخص لا شكفات تحكوا حاجة للناس هادو مالمن خاصة القراب ليكم بخفوة تحكوا لهم زمان على طموحاتكم وكامل يحسوك انه عمرك ما رح تلحقو يحسوك بلي انت نقص بزاف فانا ادوك نعطيكم نصائح باش حاجة ما تولي تقيسكم وحاجة ما تولي توجعكم باكور اولا لازم دايما تكون يواجد المعايرة وجدة في ساحة معركة المعايرة بسكوغا في حياتنا جازوا علينا مواقف عيرونا بهم ووجعونا الى اخره فهدوك المواقف اللي وجعوك ديريهم تيد اخيرة السيلح تاعك وين تقدري تفكري هدوك الموقف وقولي لو كان يرجع بيا زمان اللور وكان يعود يولي بيا هدوك الموقف هايلك 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 وش نجاوب تكون يمجدارا حك هكذا باش نهار هدوك الموقف ايفاسوغو بخوزويغ مع نفس الشخص ولا مع شخص واحد اخر تكون يمجدد له صرف مليح ثانيا ما لازمش المشاعر تاوك والاحاسيس تاوك يسيطروا عليك لانو جينيغال محنايا كي تجو هكذا يطاكيونا ولا ينتقدونا بطريقة زي ما توجعنا وكامل بخفو ما نعفوش كفشنا البونديو وطريدنا عمرنا نتهجمو عليهم نخسروها ودافو نخسروها كاريما عليش قلتلكم اشاك فاري بونديو لهم بلا يهديك حسبي الله ونعمل وكال فليك اللي يكونوا بزاف بزاف وجعوكم حسبي الله ونعمل وكال لا يهديك حسبي الله ونعمل وكال لا يهديك هذا ما كان ماذا ما كتبش ربي هذا ليشوز داكو فدايمن نقول لكم ابقوا كلاس ابقوا صبغ ابقوا وارزان ما تبينو لهم شبلي تقلقتو ما تبينو لهم شبلي انفاعلتو بوسكو هاداك الانفعال هاداك يخلي الشخص هاداك يحس انه سيبونجح في انه يجعلك تنفاعل وتتقلق وتهضر لوننبوخ توكوت ولا انت ماش يمليح في الاخر داكو داكو دايمن خلو رحكم كلاس حافظوا على الهدوء وتعكم جاوبوهم بغير بالحاجات الملاحة غير بقول لكم لا يهديك مازال مكتب شربي غير بهذا الحاجات داكو لانه كما قلت لكم كنت تقلقو يحسدك الشخص انه الحق وينحب ويعاود يدير لك الهدوء مرة واحد اخرى وديروا وبدان في بلكم لأي شخص في هادا الدنيا رح يتحسب على اي كلمة ولا على اي حاجة قالها الشخص معين ووجعوا بها خاصة الناس اللي عندهم نفسيتهم ضعيفة بزاف وليلا غالب يتقاسوا فاصيل مو يتسمع لاش نقول لكم دايما قابلوها بالله يهديك وحس بي الله هو نعم الواكيل واي حاجة من هاد القابل بسكو هادا رح يفيق لمحالة وما تعمروش رأسكم بهاد العباد بسكو انا حناطيكم نصيحة ديروني كلي خدكم انا يا عانيت قرف من هاد شي ووجعت قلبي بزاف وبكيت بزاف وتعقدت بزاف وصارو لي بزاف حاجات لقيتوا الحيانة اللي خاسرة فلافا غزما عاود ترجع تطيقتي شوية بشوية ميكاين الناس ميقدروش عاود يرجع تطيقتهم بسهولة داكو تسمع تلموت ووجعوا قلبكم وتعمرو رأسكم بهاد العباد دا انا إلا كنتوا حابين تلاحقوا لكيش حاجة ولا تتخلصوا إلا كان عندك الحب في وجه يقلقوك يزيد نود لك كتر إلا كنتي مشيانة يقلقوك وتتقلقي منهم يزيد تشيان كتر لا تقوليش تاكله لا تقوليش عندك لابيتي يتسمى كي تعمرو رأسكم بالعباد هادو ما المشاكل هادو قلما يعيروكم بهما حين يزيدو لكم كتر دا بخي فرنس ما تعمروش رأسكم كامل بيهم مع الله من مصلحتكم قولوه في نفسكم بللي انا ما نشحن عمار رأسي بنظم كيما هدايا بسكي انا نحبا نلحق الحاجة الفلانية ماشيحتهو يتجي قولي يقللي ولي يعايرني بها باش نفاق داكو ما انتهى تقلقتاكم حيزيد برك يخليكم تولو عباد مع قدين اكثر من هاداك شي وما حيزيد يفيدكم حتى حاجة حيزي قدملكم حتى اعانة داكو ما تعمروش رأسكم وهذه هي يا حبيباتي جاسبار تكون عجبتكم هاد الفيديو جاسبار تكونوا استفدتوا منها حقيقة ان درت هاد الفيديو انا مقلقة بسكي وشقريت من عند العباد غادوني غادوني بزاف في فون بدلو عقليتنا لازم من بدلو عقليتنا وكن بقاوها وحد يوعير في واحد ويعز في واحد ويطلق واحد ما حشناه كامل نانك اه بانسبال هادو كل منتوجات حبيباتي كما فهمتكم قوتلكم باللي يضي جام يخرجوا عليهم يضي جام ميخرجوش عليهم فمشي ماشي 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 معتا كي وريدهم لكم ماشي مماشي مماشي ماشي مين هاي خرجو عليك وياطيك ونفس النتجة اللي يمدوها انا سقسي مليح شوفي نوع البشرة تاعك وشوفي شوفي نوع البشرة اللي مديورين لها هاد اللي بخوت في ومبعدا سيها بنسبة لوين شريتهم والاسعار واي حاجة وحد اخرى تلقاوها لتحتها في صندق الوصف نونك هكدا نكونوا الحقنا للفنت على هاد الفيديو وطالله وفير حكم بزاف نحبكم بزاف وش اسبر مزعفتو شاليا باي